المنظمة مش مفكرة بإكرام يا أيمن هلا بس حطونا حمزة من أكبر نجوم أكبر أسامي بدهم يكبروا بدهم يوصلوا هاي أنا معاك فيها بس إنك إنت تحرق تحرق حمزات هلأ قلت اللي مش سألين فيهم لأ بقول لك بدهم يكبروا مية بالمية بدهم يوصلوا بدهم يبنوا هاي القصة معا بس تحرق حمزات مساك وورد مع الطار ياسمين شباب صبايا أيمن مسكين وكطار إهدى كتير حكيت إنت لما هو شي يبدأ أسكت لا تندم عكس لوز وسكر زيهم أبيض أسمر طار عمية مصخر أيمن بس بتحضر نفس الطايتين عا أكبر شوي لو تحكي قدامه راح يبلع أكني زي راقنا رايمن يأخذوا طار بالا قنزوا روكت بس مطار حتى حوارهم في كتير زناخة ماسك حال يا مساك الورد والياسمين عليكم يا شباب صبايا معكم أيمن وطار من هو شي أمامي ومن حب نحييكم بالحلقة رقم مية وخمسة وعشرين ستة وعشرين مية وستة وعشرين خلاص فشيت فشيت غلي اللي عني انت وهتشداشة زي كرمة تشكلك أحلى إيشة في الدنيا زي بعدين تكنيكلي هاي مش تشداشة يا الله الدشداشة المغربية اسمها فوقية بس عشان أحبابنا في المغرب كمان وقف عشرين ما عندك ولا واحدة لا لا ما عندك عن جد ما عندي لا عن جد ما عندك ولا دشداشة لا لا ما عندي كيف حيش حياتك انت بلا دشداشة لا لا معقول انت لما بتلبيش دشداشة لما تروح لا يا رجل لا هي زر محلة عني لا لا انت رايح عليك نص عمرك انت بتلاقي صلك يوم او يومين لبسة وجايت تهدت علي لو اطلع لك ام واحدة عندي بالخزانة طلع طيب لا بمزع خلص مصدق 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 خلص مصدق اذا ما عندي عندي لو ما امت كان ما صدقت اذا ما عندي اي هبون شايفهم اذا ما عندي عندي يمكن خمستعشر واحدة طب هتلك واحدة اه خلص الك هتلك هتلك الفستان علي هذا الحلو فيها زعيم سبع ماكس كمفرت هيك بتحس اه دي بطلع سوري مش فستان تنورة احلى اشي قصيرة حياة غير زعيم بتروح البيت هيك بذات لما يكون الجو بره حر انت اخر شهر ما نقول شكلك تعير بالنظارة والدشداشة والهادر شو عم بيصير معاك انت يا زرمان شو عم بيصير النظارة خلص لا محا اسمع اذا فيه كمبيوتر قدامي بدينا نظارة خلص طيب عن جد بشوفش بدونه تفضل يلا انا حكي كتير اليوم انا حكي كتير حلو اليوم اعطيني في الجعبات المراك رجا طيب اول موضوع يا عزائي المشاهدين موضوع فرانسس انقانو وانضمامه لمنظمة البي افل بعد اربعة شهر من غيابه من اليو اف سي اعطيني اول 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 رياكشن كان عندك يا اول وسمعت القبر ردت فعلك بالزبط ايش كانت اول ما شفت القبر او اسمعت القبر حكينا لكم في شهر خمسة الفين اثنين وعشرين حكينا لكم مين جبنا على برنامج وقتها يا طارق رئيس المنظمة جبنا رئيس المنظمة واول واحد اول قناة بتطلع الخبر انه فرانسس بوكوين ضمله ببي افل وهو بتمرن معاه كمان للعلم بالشيء بتمرنوا مع بعض باكستريم كوتور طيب وهم بصحاب حكاها اعطاك اياها كاش طيب شلي راسك وكبرياءك عجنب غير انه نحن طلعنا للاخبار بشهر خمسة شو كان اول ردة فعل لمسمعت الاخبار هلأ انا شوف فرحت انه حنرجع نشوف فرانسس انغانو بالامامة اوكي بس كنت مستني لحد ما تجينا تفاصيل الصفقة او العقد اللي وقعه تأفهم بالفعل شو اللي صار اه لها ابعاد كتيره الصفقة اللي وصلها مش بس اله هو كمقاتل بس لكل المقاتلين بس هذا طلع معاك اه شوف لانه من ماته اوكي شو استوعبت شو فهمت من الصفقة اللي عملها بالضبط هلأ مبدئيا اعطوه كرسي على اللجنة تبعت بي افل افريقيا حلو مش بس كرسي اعطوه حصة بالمنظمة نفسها حصة المنظمة ضئيلة بس عطوه حصة بالمنظمة بس مش والله عطوه حصة يعني عطوك نص بالمية واحد بالمية اللي هو اه مين ألاك نص بالمية واحد مية ما معرفة ما اعلنوش بالضبط شو الحصة اللي اخدها حقوا اكوتي ايمان حقوا اكوتي وحطوا تشيرمن ما في تشيرمن بياخد بنص المية تشيرمن على بي افل افريقا مش على البي افل كلها بي افل افريقا اللي هي لسه ما تأسستش بالضبط بس تتأسس رح يكون عنده شافة من المنظمة و تشيرمن هيكون واعطوه كمان في عندهم هم خلينا نسميها لجنة لجنة مستشارين للمقاتلين وكل المستشارين اللي موجودين في هاي اللجنة هم مقاتلين متقاعدين هو الوحيد اللي فعال يعني عم بلعب بعده وإلو كرسي في هاي اللجنة غير هيك طبعا أعطوه ثم أعطوه من ناحية الفلوس مش واضح ووافقوا معه انه يقدر هاي هون بلشنا بالأشياء المهمة وافقوا معه انه يقدر إلاكم يعني مش حصري للبي افل لو إجته نزال لو إجته حصري للأمامي حصري للأمامي حصري للبي افل للأمامي بس مش حصري لهم بالملاكمة هذا هو بالدوية هذا هو الصح أصلا نعم ووافقوا معه كمان انه المنمم أو الحد الأدنى لأي خصم من الخصوم اللي هو بواجهها ياخد كحد أدنى مليون دولار مليون دولار مليون مليون الأبوننت مليونين شيك ورجع لي شياك شياك عزيزي مليونين دولار كل أبوننت اللي منمم بياخدوه مليونين دولار لازم تخليني أدور هلأ يا زلمي أدور أنت كزاب يا الله كل مرة المشكلة بطلع أنا صح كل مرة كل مرة هيني عم بكتب ها تفضل شو عم بطلع معاي 2 مليون دولار 2 مليون دولار ثالثة 2 مليون دولار 2 مليون جارانتي 2 مليون دولار 2 مليون إله ولا لخصمه لخصمه شو إله لخصمه معقول آمان مليونين دولار والله ضربة كبيرة هلأ أشوف بس اسمع كل شي حكيته ممتاز بس هاي آخر حركة هاي الكبيرة هاي الكبيرة هاي الكبيرة هادة زلمة جد بفهم من ناحيتين أول شي عم بتدير باله على خصمه على أساس ما يدخل على نزال يحس حاله أخذ كل شي وطعمه واحد كتله جد رفعت القبعة هاي ثاني إشي يا أخي أحلى استراتيجية تطلع ناس من PFL لقول لي واحد غير جون جونز اليوم بيأخذ مليون مش مليونين مليون دولار بالهفيوي ولا واحد ولا واحد ولا بيشموا المليون ف من قلتلك أنا من أسبوعين PFL قربت 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 قلتلي بعيدة قلتلك قربت أكبر حركة وأكبر في تاريخ الفنون الختالية هاي عنده الحرية يتحرك بده يحكي ويدافع عن المقاطرين هاي جدا قوية أوكي يعني ضلوا منتم لأخلاقه لإهتماماته احترامته احترامته يا أخي هو هذا كان مبدأه بالأساس وكل الناس كان عبوله لك لا هو بده فلوس وطلع وحكي لا أنا سبب فشل المناقشات مع UFC ما كانت الفلوس الفلوس كانت بزيادة ولكن أنا بدي واحد ثلاث أربعة هي هاي الأشياء الثانية إنه أنا أكون إلي نسبة في المنظمة إنه أنا يكون لكرسي إنه أنا أكون من لجنة المقاتلين إنكم تسمحوا لي ألعب ملاكمة في غير منظمة هاي الأشياء كلها اللي كان بدو معرف يخدها في UFC أخدها في PFL أنا أكبر ندم عندي إنك ما شفت ضد جون جون لا غير هاي أكيد هاي من ناحية فايتين هاي بس إني وقعت بالفخ الكبير طبعا اللي خلقوا الميديا من بناتهم من UFC والشباب اللي يقولوا لك آه هذا خلاص ضيع مستقبله وهذا خلاص رح يجي زحف على UFC وهذا بتهبل شو عم بسأل يا أخي أنا يعني نضميت شوي لمجموعة قلت جد إنو شو عم بس معك يا فرانسيس بس فعلا طلع مش غبي وطول عمنا بنحكي مش غبي بس وقعنا بالفخ شوي أنا وياك إلى حد ما لأنه لما شفنا طبعا لما شفنا إنه فشلت فشل في نقاشاته مع UFC استنى شوي حكى عن تنين صح أو حكوا عن تنين أول إشي رئيس منظمة BKFC حكى أنه حاولنا وهذا ومش ظابته طلع فرانسيس حكى ولا عمري تعرفت عليه لذلك ولا شفته ولا حكى معي بهذا ولا 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 أعرف إشي عن الشغل ثاني فعنا بالفخ أول ثاني شي طلع تبع منظمة UFC حكى هين نحن نحاول وعندنا الكونتراكت صح بعدين قال لا ما زبطت بده يعود على البورت طبعا أنا وبده بده بده أجل فرانسيس حكى هذا كله حكى فاضي شكله زالما تبع PFL سوري تبع UFC سمع عن الصفقة اللي أخدم على PFL يجرجر حكى عشان طلع اسم منظمة تبعته ف يعني 50% منه كان كله حكى فاضي هي صادفت إنه شاتري تبع UFC كان عنده أول إفنت لـ UFC في أمريكا فطبعا طلع وحكى عن فرانسيس عساس إنه يجيب المشاهدات يجيب العيون لأول إفنت يقلوا في أمريكا بس ها هي بس برضو مع كل هذا ضليتك تفكر أنت باعتكم من حلق طيب وبعدين ما إحنا عارفين إنه من شهر خمسة اسمع اسمع لما طلع ريسة في عربنا مش تبعنا هكا شيء مهم هكا we are in talks with Francis هكا لا هكا if he's a free agent we will go after him متأكد آآ آآ ما كان راضي يحكي وقتها آآ بس كان عم بحكي من ثقة لا هو واضح إنه كان عارف وكان ندكي آآ آآ تطلع هيك صفقة ما بدها سنين ما بتطلع هاي بيوم وليلة آآ فكل حدا اللي سمعنا نان برّ بيكي أفسي من وان حدا كله ببعبش وكانوا عم بيسمعوا وطراطيش من اللي عم بيسير بس اللي عارف إنه رايح البي أفل فيه إشي كتير مهم لازم نحكي فيه توقيع فرانسس مع مع البي أفل إنه يلعب مش في الموسم الطبيعي إنه يلعب بيدفع للمشاهدات سيريز أو سلسلة الدفع للمشاهدات اللي هم فتحوها اللي هي البي بر فيو مش في الموسم الطبيعي هلأ هاي السوبر فايت السوبر فايت هلأ هاي إحنا مش متوقعين نشوف أي إشي منها هاي الفئة من المنظمة للألفين أرواح وهاي النسخة من المنظمة للألفين وأربعة وعشرين عادي ف عادي جدا ركز معي ويمكن تجي يمكن تجي فايت بوكسنج قبليها لو إجته حياخدها طبعا ياخد مان هو بصراحة بصراحة فاز حتى لو هلأ بكرة طلع حكا أنا خلاص خلاص بصراحة إحنا موضوع البي أفل هاينا صلنا هلأ عشر داعي عم نحكي عن البي أفل غير هيك أيمن الهدف منها مش إنه والله إحنا هنجيب فرانسيس كمقاتل طبعا هاي هما بيستفيدوا الهدف الأكبر إنه بس ضبط زي ما إنت حكيت إنه خدوا يصيروا طلعوا كيف نحنا حسن منكم يصير يصير الناس والإعلام يحكوا عن المنظمة أكثر أول شي تاني شي لما إنت عندك واحد عم بيقولك إذا بتلعب ضدي الحد الأدنى اللي هتاخده 2 مليون مين المقاتل في فئة الوزن الثقيل في أي منظمة في العالم حاليا مش عم بيفكر بينه وبين حاله كيف بدي أطلع من المنظمة اللي أنا فيها وأوصل لل PFL pay per view مين فيهم مين فيهم ولا واحد كل المقاتلين في فئة الوزن الثقيل اللي في العالم في كل المنظمات سواء كانت بلاتور أو UFC أو 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 كلهم حاليا بينهم بين حالهم طب كيف بدي أوصل لل pay per view بال PFL 2 مليون بحد أدنى ضد فرانسيس ضد فرانسيس كلهم عم بيفكروا نفس الشي فإنت هاي يعني هاي كوسيلة استقطاب ل ل ل للمواهب اللي بوجودة في العالم في الشي عندك ايشي أحسن من هيك مش بس هيك حتى لو ما أخدوها بس إنهم فكروا بالموضوع وعم بيستفسروا فتحوا باب كبير جدا من مقاتلين UFC بالهابي ويت برضو أيمن مشوارهم طويل وبعيد طب هاي تذكرني إنه فيش يوم من الأيام أقرب من ما توقعنا أنا وياك سنة الماضية رح يعملوا cross promotion fight مستحيل طيب تذكرني تذكرني 90 سنت من كل دولار خدك هالإحصائية 90 سنت من كل دولار بيكتسب في رياضة الـ MMA بحكي لك في رياضة الـ MMA 90 سنت 90% من كل الأموال المكتسبة من هاي الرياضة تكتسب داخل UFC إنت عندك منظمة مهيمنة مسيطرة 80-85% من المواهب العالمية عندهم غير طبعا هلا الـ P.I. اللي عم بيفتعوها بالصين والمكسيك وعندك أبوظبي فكر فيها يا طارق فكر فيها أنا دينا وايت رأسي كبير وعندي كبرياء سمعتك أخبار أول خوف شو بجيني ولا شي أول خوف شو بجيني ولا شي هو زرم بزنس شركة اشتراها بمليون دولار تقليم هاليوم 12 مليار طيب يا أخي بس شو عم بفكر هلا شو أول شي ممكن أنه بديش شباب عندي تركوه ولا فارق معه من ليش مش فارق معه شوف أحكي لك شارع شو الإثبات أنه مش فارق معه وخلينا نفتح الموضوع وكون صريحين مع بعض شوي أوكي التدني خليك معي ركز معي شوي التدني في مستوى الفايت كاردز اللي عم نشوفها الزبالة اللي عم نشوفها من أسبوع لأسبوع لأسبوع من وقت من بعد مبلجت صفقتهم مع الESPN أكبر إثبات إليك أنه الزلم يبطل سائل لا بنجوم ولا سائل بقصص تنحك ولا سائل بحده يدخل أو يطلع مش سائل بنجوم لو واحد فعلا سائل أيما كان عندك أنت هذا الأسبوع مين إفنت أنجلي هيل وماكنزي دير خلينا نكون صريحين مع بعض كوالي لمنتج منتج اليو أف سي مش زي ما كان مش زي ما كان فيه تدني في المستوى شاسع واضح لا مش هيك بالموضوع بلا ما الفايت كارتز اللي عم بعبولك إياها هذا شغل هذا الانتاج الماس بروداكشن فاهم علي اللي هم حطين شغل مصانع ما كانت هيك دينا وايت أيام ما كان جعان وماكن الصرامي بالضبط فما تدنى بمستوى الجمالي تدنى بمستوى الأسبوعي عشان كتروا النمط كتروا النمط صار هو هلأ همه أنه يحط 54 أو 57 في السنة مش مهتم مين فيهم مين مش فيهم ما أخذ فلوسه بغض النظر مش عم بتلاقي والله عم براكد تذكر لما أخدوا كونر وجوزي ألدو ولففوهم حول العالم يعملوا شو أصبوه البرس كونفرنس الصحافة وما بعرف شو هذا الحكة كله وين هاي صارت أو أنه يروح يراكد فيهم على البي بي سي ويراكد فيهم على السي أن أن هذا الحكة كله اختفى مستوى المنتج تبع الـ UFC واضح مكنزي ديرن وأنجلا هيل مين إيفنت إيدا كابوسها كومين إيفنت أدمن شبازين وشو اسمه عبود جعفر طيب طيب ماشي أنا هم بقول لك من حل رح يصير فيه تغييرات خلال الأسبوع الأسبوع الجاي ولو بدوا يكسر يكسرهم يفكر أنت وقت جون جونز لما بلش يبعبش وانا بدي وانا بدي شو هذا وطلع ثلاث سنين أول مسارت هاي المامعة كلها أول مسارت راح أعطى إزراء دي ثانية عطول عطول أكبر في تاريخ المنظم عشان يحمي يحمي النجومه ورجع جونز بعدين ربعة ثلاث سنين رجع جونز ما كانش عارف وقته إذا جونز راجع سدقني يا أيمن الزمن لا تقول لي مش سائل لا تقول لي مش سائل ما في حدا يوصل مراحل بحياته لوصلها وما يوصل هذا الحكي على راسه صعب أيمن صعب كان عنده أكبر نجوم من أيام بروك لزنر يا زرمي أكبر نجوم بالهفي ويت لسه عندك أكبر نجوم الرياضة كلها عنده لسه مين عنده بالPFL عفوا باستنى عليه باستنى عليه باستنى عليه باستنى عليه باستنى عليه شوف شو حيصي شوف شو حيصي مين المستثمرين في الPFL مستثمرين مين هم اللي يجوا يتقارنوا حالهم بـ UFC أو Endeavor لو بدوا يكسرهم بكسرهم إيش يسوي إذا بدوا ينافس معهم على على مين على مين بدوا يدفع ومين بدوا يجيب ومين بدوا ياخل بفلس تخليش حدا لو غير كل أقول لك شغلي رح تضروري يملكم عليهم كلهم ما أنا أقول لك شغلي رح تصدمك متذكر آخر إفنت حضرناها جارزين وجيت بالمين كان في كارلوس متذكر ضد بوتييرا بوتييريا إيهور إيهور بوتييريا تعرف قديش أخذ إيهور بوتييريا للفايدها 30 ألف 10 ألف بزيادة عليه 10 ألف 19 أربعة الریکرد طبعه هذا اسمه يعني مش عارف شو مش عارف شو أقوله سرعة سوء يعني نصب احتيال نصب ضد الإنسانية كلها آه بس عشان هذا بيزنس مودل ما حيصمد ما حيصمد أرى بعرف ناس دخلوا على البي أفل بخمسين ألف دولار أنا بقول لك واحد زي بوتييرا 12 ألف دولار أنا بقول لك عيمن لو ما صار في تدخل على مستوى قانوني مش حيتغير ولا إشي اللي عملوا البي أفل حيسحب لهم كم واحد حيعملوا لهم كم شغلة هم أصلا مقدروش يدفعوا أنت ليش متنح كل الرياضات في العالم ما بل شو هيك يكون في منظمة مسيطرة دائما بيصيروا على مستوى متساوي مع تدخل القانون مع عركات مثل عملوها البي أفل هذا شي رح يصير ما تقولي شي ما رح يصير هذا ما رح يضلوا يوفي طول حياته في منظمات بعينة أيما ما فيك تلعب معها يعني شوف مثلا أنت على مستوى الأمريكان فوتبول خليك معاك شوف عن مستوى الأمريكان فوتبول كم ليج إجاك بعديها ما بعرف شو XC و XFL و KCFL لحد هلأ شغالين طال فيهم واحد شغالين بيعملوا إشيء زي الأنفل الأنبي في غير ليج أيما هدول ناشنال شو عم تخبص قاعدة اليو أف سي على مستوى الأنبي وعلى مستوى الأنفل أيما ما عشر مليار الأنفل ناشنال ليج شو دخل هاي بهاي في ناشنال ليج في ناشنال ليج في الفوتبول في إشي يسمى عندك XFL طلع ينافس مع الأنفل لحد هلأ شغال إشي تاني عم تحكي كليا أنت هلا هذا تيم وهذا من شكارغو هذا ناشنال فوتبول ليج سبورتي حبيبي بدك تقارن بوكسن هون أنت يجيت في الوجع ما فيك تقارن مع بوكسن ما فيك تقارن MMA مع بوكسن ليش لأنه بالMMA المروج هو مالك اللقب بالملاكمة المروج لا يملك اللقب وبالتالي منظمات منظمات منفردة هي اللي من تملك اللقب WBC World Boxing Championship World Boxing Championship World Boxing Championship World UFC Championship كل واحد فيهم بيلمتلك اللقب تبعه فهو بالتالي حر يفعل ما يحلو له ما بتسمع بالبوكسن بيقولك فلان عنده مانداتوري رولي روميرو حيلعب مع تانك ديفيس مانداتوري مانداتوري مش بكيف المروج تبعه ولا بكيف مديره أنا بحكي مع الوقت الـ MMA عشان هذا ليش صار هذا ليش صار اللي صار في الملاكمة صار بفضل القانون اللي نزل بعد محمد علي اسمه The Ali Act إذا ما صار عندك إشي زي Ali Act بالـ MMA ما حكينا عنا Ali Act وأوكي أخذت Ali Act أنت حركة فرانسيس نغانو شبه الـ Ali Act Ali Act سيء لنا أيمن بعرف بس حيدمر الرياضة بس نحيت أنه كيف شخص واحد معك أو Act واحد على شخص ممكن يغير كل طريقة الرياضة أنا عم بقول لك مش حضلها UFC طول حياة من هون لآخر الحياة هي المستوي اللي حالها عم بيرتفعوا البقية رح يصير فيه إشي شبه تساوي ورح ييجي شي يوم كروس بروموشن ليش دينا وايت إبل مرة واحدة لكونر مكريغر يروح كروس بروموشن عن البوكسن ليش لأنه البوكسن يعني على مستوي UFC وأكبر كمان لأنه دحش إيده جوه جيبت له كونر لحد لحد مدائف طورة أنت نفكر طلع من المولد بل حمص هو طيب شو أنك مقرف يس نفكر طالع من المولد بل حمص لا يا حبيبي الزلمة مقرف ترية ترية أنا بعرف الاندفاع حاسس فيه وعن بشوفه أونلاين ترية احتمال الزلمة ما يلعب بالPFL أصلا ويس هاي الحركة هاي الحركة هتفيد الPFL هتفيده هو هتفيد الرياضة هتفيد الرياضة إلى حد ما ولكن مفعولها مش هيوصل للمرحلة اللي الناس عم بيفكروا فيها حتى ولو اشترك الPFL بلاتور هلا منشوف وما تنسى حتى لو فيه أبطال أو نجوم صعدين بالهفي ويت أو باللايت هفي ويت بدون يدخلوا هلا على الPFL عشان شي يوم ياخدوا 2 مليون دولار هلا ما بيشموها حتى باليوم برانسس إنغان لو قدش عمره 34 سنة 34 سنة الزلمة كمان تقاعده مش بعيد ما تنساش الناس لازم تفكر فيها هيك أكبر توقع 36 37 فتقاعده يعني جاي in the next 3 سنين هلا هي الحركة منيحة كترويجية حركة ترويجية جيدة زي ما قلت لك هتستقطب كتير من المواهب الخارجية حلقة جاي را تشو شون دوسير الحركات حلقة جاي سواء حركات فضيعة عملت اليو افسي يعني تعزل شوية باعطي باعطي الأمر أكتر من من أهميته والله ما لك إشي أنت نجد أن نفكر فرانسس إنغانو يوقع مع بي افل ويصير مدير ويصير ويصير هو يعطي الفايتر 2 مليون دولار ويجيبته من هاي حكا هاي حركة ورح يسمع كل فايتر فيها من كل أنحاء العالم إنه هذا إشي ممكن يستحيل يعني مش مستحيل ما كان ما ممكن إذا أنت كونر وممكن إذا أنت آه بس ممكن صارت هلأ تفكير إنه موجودة في مقاتلين بيعملوا هيك وأكتر تنسهش أيضا بالبيبر فيو مدر كل بودكاست قطعت عليها أنا بحبهم من مورنين كومبات لدي سي آر سي لأريل الحلواني لأمامي فايتن كله كل الحلقة بس عم بحكوا على فرانس ولا دخلوا باليو افسي معاك معاك اسمها الموضوع كبير الموضوع كبير واللي عملها حركة فعلا يعني زم أنت حكيت لازم تحتربوا عليها لأنه لو ما زبطت كان أكر روح الخل كان زمان وقف على الطابور والخبز مية بالمية وواضح إنها كانت مرتبة من زمان هتعمل أشياء كتير وحتغير أشياء كتير بس ما بديش الناس يوصل فيها الحماس لمرحلة إنهم يفكروا إنها إنه ردة الفعل أعطيك مثال ثاني ترقم واحد في اليو أفسي هلأ ومنيتو شوف نيت دياز مثلا مثلا لمثال إنه روح ينزل بوكسين مع واحد مثل جيك بول أكيد من كلهم دعرف لو كان في اليو أفسي وحكوله روح وارجع كان عمله ورجع مية بالمية أوكي طب لو نيت دياز أنا لخش على البي أفل وحكي أنا بدي أعمل بوكسين وهذا رح يقول له لا لا خالق ما رح يقول له لا أوكي هيك فتح شوي شوي العداد عم تحكي عن نجمين من أكبر نجمين في تاريخ اليو أفسي البي أفل عم بيعطوهم شغلات أي حدا بدوا يعمل بوكسين خزنتها خزنتها المالية ما بتسمح لها تعمل هاي الحركة اللي عملوها أكتر من يمكن كمان مرة أو مرتين في حياتهم مش عم بحكي الحركة المالية عم بحكي حركة الحرية بالتحرك فاهم عليك بس خزنتهم المالية ما حتسمح لهم لا وقل لك خود مش حياتك كل واحد مليونين خود نسبة في الشركة وخود إليك أنت أربعة مليون ولخصمك أربعة مليون بس لو قدر واحد من UFC حاب يلاكم راح البي أفل بقونتراكت عادي لا بورد سيت ولا لجنة ولا إشي بس كمان خصمي لك مو اللي يعملوا منه فلوس خلينا نكون شوي واقعيين نيت دياز بقونتراكت المشكلة بتحكي بالواقعي وبتحكي بالمنطق وبتحكي باللوجيك أنت كل اللي عم تحكي مالوش لوجيك يا أخي اسمع يا بني آدم أنت مش نيت دياز سيبك من نيت دياز شوف أنت مركز عن نجوم جبتلي كونر نيت دياز وفرانسيس إنقالو ما بتبني اللعبة حوالي للجوم أنت يا زلمان ما أصبر يا بني آدم أصبر يا بني آدم خلينا أقول ميكان عندك لكن بارح الأسبوع الماضي رودريغز دي رود دانيل رودريغز دانيل رودريغز لو قلت له أروح لك من جيك بول بيقولك لا بيقولك لا بيقولك لا بيقولك لا تانكيو اللي يبدهم هاي الفرص اللي حياخدوها إنهم يلعبوا مع واحد زي فلويد ميويذر زي جيك بول زي تايسون فيورو كلهم تلات لا يزال لو أجل رودريغز عمستوى 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 لا مش صحيح سبارتن كونتراكت تبع الUFC لا تبع الPFL أكثر من الUFC سيبك من هذا الحكي أنا بحكي لك عن الملاكمة هلأ ليش أنت كلامي قلط في الملاكمة الملاكمين إجمالا كلهم بياخدو أقل من لعبة الأمامي اللي أنت عم تحكي عنهم تانك ديفيس فلويد ميويذر جيك بول هادول أقلية بس كواحد من مستوى ديرود بالملاكمة هذا يبوس إيده والشقفة 30 مرة إذا روح آخر الليلة معا 2000 دولار ديرود عم بيعمل له 50 60 70 ألف ما تنغر ما تنغر ما تنغر البوكسرز إجمالا بوكسرز بندفع لهم كتير أقل من لعبة الأمامي كتير أقل ما أنت عم تفكر طريقة طريقة غير كليا عم بحكيه أنا أنت لعم تقول كلهم بدأ بروح إليك ولا مش كلهم بكرة بلتلاقي واحد من يوتيوب بتلاقي منظمة تعمل لك ياها بتاخد مصاري أدماخ طول عمرك بلو أفسي بحسب أنت مين اللي عم بفهمك يا أم إذا أنت نجم آه نجم من حيالله إذا أنت نجم نجم من حيالله يا زامي نجم من حمر دياب بكرة إذا أنت كملاعب ملاكمة هلا بس مين مع نجوم أندرسون سلفا بعرف بس أنا بحكي عن اللعيب المقاتل مش عن النجم أنا بحكي لك عن المقاتل المقاتل لازم يكون نجم أندرسون سلفا نيت دياز كونر مكريغر هاي سعتها أوكي لو بتروح الملاكمة بتعمل مصاري بس لو أنت دانيل رودريغز أو إذا أنت مثلا مين عندنا هذا الأسبوع أدمن شبازين وقلت لهم بدي أروح علاكم ولك روح نطم يا زلم إحمد ربك إذا لقيت واحد يدفع لك 3.000 دولار بالملاكمة هذا الموضل الملاكمة مش الكل ينغر فيه مش كل واحد بده يوم مش كل واحد هيندفع له لو جربه عشان هيك كلهم ميتين جيك بول بده يتعرف على إدمن شبازين مثلا ولا على دي رودريغز أكيد لا الحركة حلوة الحركة كبيرة هتعمل أشياء كتير هتفتح عيون الناس على شو ممكن أنت توصل له هتستقطب مواهب من منظمات تانية هتستقطب مواهب صاعدة ولكن هل هي هتأثر في اليو أف سي لمرحلة إنها تحركها لإنها تغير من استراتيجيتها في دفع ضئيل للمقاتلين على الأغلب والاحتفاظ بالكم نجم اللي هم فعلا بيحصدوا أكبر كم من الأجور لا مش رح تغير اليو أف سي ولا حتغير دينا وايت الحركة لا تكفي أوكي منشوف بدون نقابة أنا بحكي لك هامل عندي أنا هذا رأيي ويمكن أنا غبي بدون نقابة بدون نقابة أو تدخل قانوني أو نقابة مقاتلين يتحدوا مع بعض عشان فعلا يعرفوا يطالبوا بحقوقهم وبالتالي يستلموا اللي هو فعلا لازم يخدوه كدفع للمقاتلين بدون نقابة أو تدخل زي الألي أكت في الملاكمة لن يحدث هذا الكلام بأنه فيه إشيء اسمه ماشي ماشي يا أخي بس أنا كتير حبيتها أنا مبسوط ومبسوط لفرانسس ماشي خلينا نشوف هلأ بيقولوا طبعا أنت شوف لما يكون عليك طلب سبحان الله بيصير عليك طلب لما تكون أنت كخة بتظلك كخة لما كان الحكي أنه بيكي أفسي بدهم بشياء وون أفسي هاي الخزعبلات كلها ما كان حدا معبره تايسون فيوري طقع له مع أنه دخلوا على الحلبة بلندن بعد يزالوا مع شو اسمه هداك لتروبش ديونتي وايلدر لا لا التاني بالآخر واحدة بالأوتو أرينا ما كانت والدر كان شو اسمه اللي روحت عليها أنا ماشي 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 اسمه طيّة ديونتي والدر كان بطقع له بلشنا نرجع نسبا حكي جوش الكل كان بطقع له بالملاكمين هلأ فجأة سبحانك يا ربي رجع على التحمى هلأ بيجي على السعودية بلعب لك مع أوسك ولا مع والدر ولا مع هذا بيعمل له 30-40 مليون وموره كلوز قبل ما حتى يفوت على البي افل قبل ما يلعب أول نزال بالبي افل طيب طيب شو في غيره الآن تاني موضوع أعلن دينا وايت كارد بيخوف 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 أي واحد 291 UFC 291 هذا اللي فيه بوريه 30-7 اسمع الكارد بالله عليك رجعوا البي ام اف كارد اللي هو كان صاحب اللي كان فايز البي ام اف كارد هو بي ام اف بلت سوري كان مازفيدال كما لعبدو دنيا دياس وبما أنه اعتزل هلأ قاعد مازفيدال أخذو البي ام اف ورجعوه ومين راح يقاتل على البي ام اف بلت دستين بوريه جاستين 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 نمبر دو هيا حتكون نمبر دو مين فاز الأولى بورية وكيف فاز تي كي او كانت أي جولة كانت تي كي او تي كي او يلا كي او والله من المتذكر نزال قيتشي مع شاندر اللي أنا كتير بركز عليه قيتشي وشاندر كانت مجزرة مجزرة دستن كوريا ما لمايكروفوني امت اللعب آخر مرة مع قيتشي لعب آخر مرة مع قيتشي يا سيدي العزيز ولا مرة ايش ولا مرة اه لا 2018 راوند فور مش تي كي او ستوبيج اه whatever تي كي او اه 2018 هبحكي عن خزي سنين اه two يا ولدي شو حلوة هدول المباريات اللي بيخلونا حتى لو مش على اللقب حتى لو ولا اشي اللي بيخلونا متحمسين على اللعبة صراحة أسألك سؤال لقب البي ام اف بش بتحسه شوي وصمة عار اه لا مش صار هاده هو اللقب اللي خلينا نعطيه لحدا لاي اتنين يعني شريسين بس مستحيل في حياتهم يكونوا ابطال فهم عليه كونسوليشن برايز هيك انو يعني اوكي ما فوستش معنا بالسيارة سوري ما بوافقك بس خد هاي المفضلة لا ما بوافقك بعد ما اخذ البيئة ما في بلد نلعب على لقم مرتين ما زبدال شو بتحكي قاعد بس ما بتحسوا جائزة تانية دا او تالتة حتى لا مربحتش معنا السحبة بس خد لك هالألم يا زارة ما شغلت تسلاي هاي انو انا دا حركة محلوة يعني مين عندك غيره على الكارد عندك يان بلاحوفيتش ضد أليكس بيريرا يا او بيرا او بيريها او اللي هو بيهيها أليكس بيهيها ضد يان بلاحوفيتش يابا يابا توقع الاستراتيجيات واضحة اتوقع بلاحوفيتش راح يفوز اوف بلاحوفيتش راح يفوز نعم اوكي مش هشارعك نعم يا سيدي مين كمان عندك توني فرغسون و بوبي جرين اي غضب اي بتجنن اي بتجنن من توني فرغسون اسبوع الماضي 37 و 39 سنة توني فرغسون اسبوع الماضي نحبس سايق سيارته سكران وقلبها في نص الشارع الزلمة مش اوكي هذا واحد مش اوكي هذا لازم يروح يتعالج ويقعد في البيت ويدير بالعوحاله لانه الرجال مش اوكي بعد الكتلة اللي اكتلها من جوستن هذا كان لازم يتقاعد ما بدي اشوف توني فرغسون يلعبه بصراحة اوليدي هو عنده اشياء شوي هوس اوكي صراحة ما بدي اشوفه لعب يلعبه معك انا فيها بس بما انه انه نحنا ما بنعمل القرارات طول طريق ما بارفز اللحظة بما انه رح يلعب ما في حدا احسن بوبي جرين يلعب ضده ما تشب يا اخي بس قلبي بيوجعني يعني التنين مخفيين شوي بحركاتهم ما بتتوقع شو هي يجي عنده توني فرغسون الابر كاتس الغريبة الشولدر موفمينت هدول الكانج فو بروسلي اللي بيعمل لك يا السبنين البوز اوكي تعلي علي بعديها شو كمان في يا الله شو هاي رح تكون حلو ان شاء الله تكون حلو ان شاء الله تكون حلو هذا لازم يتقاعد المهم اللي أبليها شو كمان من كمان اللي أبليها هاي أكتر فايت بتحكي فيها اليوم اللي هي اوكي في شاب اسمه اكرام الاسكيروف اوكي اكرام الاسكيروف هذا كان يقاتل ببريف بالزمنات اوكي كان سامبو بطل عالم كان شرس وله هلأ شرس سجله 14 فوز وخسارة واحدة بس من مين كل الفوز تاعونه اشي يعني بيهيمن يعني سلام يسفاه كل الجولة بحيدة ببريف من الجولة الاولى ابركت نوكاوت هي في كل تاريخ اه اياته الامامية من حمزة شمايف يا صاحب يا صاحب زي ما قلت لك بالحلقة الماضية عم بيمهدو الطريق لاكرام ضد حمزة تنين زي ما بالزبط حركة انتقام وفي قصة وراها زي ما بالزبط عملوا مع بريرا فيوصل بمهدو بس مش لشهر عشرة في ابوظبي طب لي يا الله حمزة تبدو يلعب بابوظبي مش حيلعب مع اكرام شوف في سببين او طريقتين انه ما يلعب حمزة ضد اكرام اول اول طريق انه ما يلعب انه يخصل فايت ضد باولو اوك انه اكرام يخصل اه اكرام يخصل الفايت تد باولو كوستا اللي بشعر سبعة انا افس القاد تبعت لو خسر انسى لو فاز بس مش في طريقة مذهلة واكل كتل ليوم الكتل ويعني مش بعيدة هاي مع حدا زي باولو كوستا ما رح يلحق يعمل ريكوفري وترينين كامب ويتعالج ويضبط اعظامه ما رح يلحق فما بتسير بس لو فاز بسهولة وهي لحيتي يا طارق اذا ما كان اكرم رح ينزل مع حمزة شماية بشهر عشرة بالامارات بين الوقت انا بقول لك لو فاز وبسهولة وبجولة الاولى ودبحوا لكوستا دبحوا رسمي هيك زي خروف العيد برضو حمزة حيرفض يلعب معه من اذا عملوها هاي انت فكرك حمزة مش عارف ومعرضي اردي مية بالمية مية بالمية حمزة كيف بتفكر انت هيك انا بقول لك كيف بفكر هيك حمزات كم نزال بده يلعب على اللقب نزال نزالين واحد يمكن اتنين بس تصعب كتير اسدق انه اتنين انا بتوقع انه كمان نزاله بعضيها مع عدسانيا شو هيستفيد من انه يلعب مع واحد هذا تالت نزال له بالUFC شو استفاد او تاني نزال له بالUFC شو حيستفيد كوستا كمان طي مش راح يقربه على اللقب ابدا شو حيستفيد كوستا كوستا خلص كوستا هلأ كتير بعيد عن اللقب كوستا بده يعمل كل اشي بنطلب منه وما تنسى كوستا عقده بقوله كوستا مصنف top 5 اصبر علي اصبر علي انحكي كوستا مش بالتصنيف كوستا كتير بعيد عن انه يرجع يلعب مع ادسانيا كتير ايش مش بالتصنيف رقم 5 كوستا بحكي لك انساك من التصنيف كوستا ليوصل لمرحلة انه يرجع يوصل لانه يلعب مع ادسانيا بعيد عليه كيف بعيد عليه ادسانيا اخر شي فاز على كم مرة خسر كوستا من ادسانيا مرة مرتين مرة ايش مرتين وينت التاني صارت مرة فاز مرة خسر اه فيتوري اللي خسر مرتين سوري ورقوة كلمرتين وويتك المرتين وجارد كرنير هلأ صارت وكانت يعني مش عن زمان صارت قصدي وكانت ازب الفايت في التاريخ ومستحيل يعيدوها بس برضو كوستا هو النكست على اللقب وبضمن لك ياها وبضمن لك ياها لو فاز كوستا يعني بشراسة رح تكون ضد ازراء الثانين اذا فاز على الاكرام رح يكون هو النمبر وون كنتندر بعد الكتلة اللي اكلها كوستا من ادسانيا بدو يلعب له نزالين ثلاثة يمكن اربعة على حد ما يرجع يوصل لادسانيا هيدطر يعمل تكونوا عاملوا معادي طب اصبر علي زي ما عاملوا معاستركلين ديها صاحبي ليش صاحبي اخد بريرا استركلين اصبر علي امتى تجدد عقده لكوستا ما مش بحرفين من ستة شهر وكان وكان امتعبهم بال بال بالتفاوض كان امتعبهم لحد ما وصلوا معه لمرحلة مان حيحلبوها حيحلبوها اذا اخد او سيكس فايت ديل اخر حيحلبوه حيلعب ثلاثة من الاربعة قبل ما يوصل لادسانيا و لازم يفوزهم كلهم وبقناعة كمان مان انت مان المشكلة عم تحكي حكي بس اخي ما في منطق في رأسك المنطق باولو كوستا باولو كوستا اللي هو باولو كوستا اللي هو فيه هلا يفوت مع مين ببدو اللي كان ينعب مع روبرد فوتكر كيف يقنعوه ينزل مع واحد مش مصنف غير اذا فيه اشي بتلع له من اخرها غصب عنه غصب عنه مان ايش غصب عنه وين عاشين نحنا هلأ جدد عقده اي مان طب معنات هلأ جدد هلأ جدد عقده بقولك غصب عنه بده يلعب جدد عقده وكان خسران من الله مان انت عم بتقولي انه حمزة مش رح يرضى مسلحين يرضى طب فيه واحد يرضى والتاني غصب عنه شو قد تخبز واحد في حياته بخسر من ال UFC واحد سوبرستار واحد ما نافس على ولا لقب كان سوبرستار في ال 175 في ال 175 سوري عم بتطلع على ال 180 مان انت مش عم بتحط واحد زائد واحد يساوي اثنين انت عم بتحكي انت عم بتقارن انت عم بتقارن كوستا بحمزة اكيد مان لا يا مان مان حمزة لسا مش مصنف بالويد البيت يا زلمي روح انطم حمزة نجم عالمي بال 170 وبعد ان طلع هلأ طلع على ال 185 مان حمزة كتير وكمان كمان فايت كتير وكمان فايت وحي لعب على اللقب اذا فاز اكرام على باولو كوستا رح ينزل مع حمزة بابوضبي يعيدوا بنفس المحل كانت بابوضبي هي بتاعة بريف مش متذكر ما كانت في البحرين لا ما كانت في البحرين كانت سوري يخلعوا قصة من وراها ورح يقاتلوا بشارة احشارات اذا فاز بسهولة يا ربي فوز عشان تعرف انك انت غلط طب ليش يحطوها لسانا غلط حطوها مع كوستا لانه بدهم يكبروا اكرام بدهم يبنوا هاي القصة اللي انت عم تحكيانها انا مش انا باي the way مش عم بشارعك اللي انت عم تحكيي ميبل المية صح بدهم يبنوا اسم اكرام بدهم يبنوا هاي القصة حمزات مش حيرضى يعملها بشهر عشرة حمزات عنده كمان نزالوا على اللقب بعدين بالحب ليش يستعجلوا ليش يستعجلوا ليش يستعجلوا ما حدا سامع فيها قبل اسبوع كان حمزة ضد باولو قبل اسبوع كان حمزة ضد باولو انت قصدك استعجلوا انهم حطوه مع كوستا انهم حطوا باولو كوستا مع اكرام ليش اذا ما لا حكيت لك كلامك صح لا بدهم إياه يلعب أبوظبي يعيني مش حيلة لا حكذا حمزاتي وافق لا حكذا حمزاتي وافق لا حكذا بيكون حمار لا بيكون حمار ببنطلون أنا وياكم نعرف مين هو إكرام تسعة وتسعين وتسعة من عشرة من كل الناس اللي حضروا أمامي في حياتهم وعمرهم ما سمعوا في إشي اسمه إكرام أليس كيراد ولا بيعرفوا مين هو تعطيه نجم زي حمزات عشان شو حيستفيد منها حمزات حبيبي لو فاز على قصة بصير هو رقم خمسة شو حيستفيد حمزات من أنه ياخده هصير ملعب هصير توب فايف يحيز مش عد الموضوع مش بالتصنيف يا مان ولا بشو استهبل قاعد وين تصنيف كانونير مين بيعرف مارفن فيتوري كان نحطه مع مارفن فيتوري شو عم تحكي قاعد أنت يا زلامي عم بتقارن مارفن فيتوري بإكرام إكرام هصير فوقه أنت خلص عندك التصنيف ها هي واحد فاز على كيفين هولند وعلى بولو كوستا وعلى رومان دوليتسي ولعب مع ويتكر هذا أنت عم بتقارنوا بإكرام واحد لعب في اليو افسي مرتين عبيط أنت أنا العبيط أنت عبيط رسمي أنت رسمي عبيط طب أوكي إذا ما رح يرضى لعب مع أوكي سنة شوي لن تقول فاز على بولو كوستا وصار رقم خمسة ولو دخل هلأ حمزة على الرانكينج بدو يصير الرانكينج قديش عشرة مش مهم مانية أوكي مش مهم فأنت عم تحكي بس شغلة إسم مش مصنف ما بدو يلعب على اللقب هو شو يدخل ما بدو يلعب على اللقب بدو يلعب على اللقب بس إكرام مش طريقه إذا صار رقم خمسة أكيد طريقه 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 غطوري طريقه طريقه هذا غير أنه من شهر سبعة إلى شهر عشرة إكرام نفسه بكون مجنون لو عملها إذا فازوا بسهولة وبدوا ما يأكل ولا بوكس حمزة أجاو لعب ثلاث فايتات بسبوعين ليش فايتين بسبوعين ليش لأنه حيوان مال حمزة طب ليش هذا ما يعملها بثلاثة شهر ممكن يعملها بثلاثة شهر بس مش ضد حمزة يا زرعب يروح أنت ولي معمولة عشان ينزل مع حمزة بشار عشر بالإمارات يا زرعب مش هتحصل مش هتحصل مش هتحصل لو خسر مش هتحصل لو خسر ومش هتحصل لو فاز لو فاز بسهول ما رح يطلع يلعب حمزة تحرق ما أنت مالك إشي يا زرعب تحرق حمزة انت كم مبيعات ممكن تبيع لما تحط حمزات مع إسم تحطه مع إكرام مهم المصاري مين هو يا جحش فكر عن الملطقة فكر بالملظمة مش في المقاتل قديش أعطوا بريرا لما فاز مع سترقلين بعد اللعب عطول على اللقب فكر عن الملظمة يا جحش أوكي نفس الإشي صار مع بريرا لعب مع سترقلين حمزات تشامايف نجم شو حتبيع لما تحطه مع إكرام وادسانيا وادسانيا نجم آه آه فلما يجي واحد مثل بريرا يلعب مع واحد رقم ستة سوري سبعة فاز عليك مرتين بالكيك بوكسين وراها قصة كبيرة في قصة في قصة في قصة با بسي أنه فاز علي برايف هاي انت بالنسبة لك كفاية خسارته الوحيدة آه في قصة تنعمل إنهم يستعرقوا فيهم اليو افسي يعملوا قصة كبيرة أو يخاطروا بمستقبل واحد زي حمزات ممكن يخسر ذات إكرام ولا لأ مش أغلب نيحة لو خسر ذات إكرام مجنون انت يا سلمة مش منيحة إلو مش منيحة إلو نيحة لا يكرم المنظمة مش مفكرة بإكرام يا أيمن هلا بكرب حمزات من أكبر نجوم أكبر أسامي بدهم يكبروا هيك أعطوك يا بدهم يكبروا بدهم يوصلوا هاي أنا معاك فيها بس إنك إنت تحرق تحرق حمزات هل أتري مشتقلين فيهم لا بقولك بدهم يكبروا مية بالمية بدهم يوصلوا بدهم يبنوا هاي القصة معاك ماان لو فاز فاولو كوستا رح يتفجر اسمه تحرق حمزات اتجازف ما تأمان لو فاز فاولو كوستا لو خسر حمزات لو فاز هو على فاولو كوستا رح يصير اسمه لعبه لعبه خليني نقول لعبه إكرام وحمزات وحمزات خسر انت شو استفدت كمنظمة 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 استفدت أحلى قصة استفدت نفس القصة اللي صارت مع بريرا بدون لقب بدون لقب بدون لقب مجنون انت مجنون انت رسمي مجنون انا عم بقول لك من هلا اذا فاز إكرام على كوستا وصار كوستا نمبر فايف وصار إكرام نمبر فايف باخد محدده كوستا حمزات وإكرام بلعبوا وفايز بلعب على اللقب وخلصنا ثلاث فايت زي ما صار مع بريرا ولو خسر حمزات إكرام بلعب على اللقب وبتكون انت حرائد كل اللي بنيته مع حمزات ماكي حدا تاني يلعب على اللقب طارق جرد لعب معه مارفين فيتوري مرتين روبرت ويتك المرتين ألكس بريرا طلع على التاني ما في ضال غير باولو كوستا مفروض باولو كوستا ياخدها بس لا بدون بدخله إكرام يا زلمين شو قصتك يا زلمين طب باولو كوستا فاز عقلو اللي حي لعب مع عدسانيا ولا حي لعب مع حمزات ولا حي لعب مع حمزات باولو لو باولو فاز اهتكسين لك لikle هوفاولو فاز هاي بتخرب لو باولو فاز بلعب مع حمزات ولا بلعب مع عدسانيا ما بعرف ما فكّرت ما بعيد ه Cow過 يخرب البيت players واخرب البلان لو فاولو فاز لو إكرام فاز رح يلعب هو حمزات والفايز رح يلعب على اللقب ما في بريرا هلا واتكر ما لقت زي ما قلنا قلنا بدنا نشوفه بس ما لقت مرة من توري مرتين وما لقت جارنكو جارد كارونير أزبل فايت في كل تاريخ الفئة هاي مستحيل يعدوها ما ضل غير كوستا وإكرام ما ضل عم بشوف بس الأسامي اللي لعب معها واتكر لو لعب هلا مع واتكر مثلا لاتسيحطوا واتكر مع حمزة وعبوضبي مصيبة لو فاز واتكر ترجط اذا التالت مع إزرائيل عم بتأكدوا عم بيأمنولنا عم بيأمنولنا مية بالمية وإنه الناكست فايت طبع إزرائيل إنساني مش حدا وردي لعب معاه عدا جديد فرش بلد زي ما صلنا سنتين عم نحكي بدنا فرش بلد هايو يا زرامي هايو إزا إكرم فاز بلعب معه إزا إكرم بفوز ومنتصر بلعب معه إكرم بفوز إكرم رح يفوز على باولو كوستر ويصدم العالم ومنت محلك بحل حمزات وهذا المخطط أنت عارفه بتخليهم يعملوا هيك فيك طبعا مان مان قصة بتجنن فايتين على اللقب خلصنا بصير عنده إكرم وخلص على اللقب بعدها حسب مخططك أنت اه مان إكرم بصير رقم خمسة يا عزيزي منطق على ويتكر ما بدو يلعب مع ويتكر أصلا حمزات لا أبحكي أنا ويتكر وعدة ثانية هاي بعدين يا أخي صارت مرتين يا طارق هلا عنده دريكس دوبلسي هو حيلعب معه إمتى هلا بنفس الكارد بنفس الكارد بنفس الكارد صح ما بعرف والله بلا شهر سبعة في كذا كارد طارق شهر سبعة مش كارد واحد آه فولكنوفسكي ورودريكس سوري لا فولكنوفسكي ورودريكس هيكون بي بر فيو إيفنت سبعة ثمانية شهر ثمانية آه مش حطين عليها فاويتكر مش حطين لسا ويتكر و مش حطينه ويتكر على الكارد لسا بس مش كومين الغريب قال إنه تايتل الكومين تايتل كمان والله هاي في كارد حلو أكيد حلو أخيرا هادا الكارد نار شون بريدي وجاكنا لمدالينا آمان آمان هادا الكارد نار وفيه مان روبي لولر نيكو برايس ونيكو برايس دان هوكر وجيلين تيرنر ويتكر رودريكس ديبلسي بونيكل عمره 41 سنة صاربه آه بس برضو روبي لولر برجالك ذكريات مورينو بانتوجا على اللقب وفولكنوفسكي ويئير رودريكس على اللقب يا لطيف هلوه هاي هادا نار هادا كارد نار شايفتوا اللي بي أفل وما بي أفل روح يزرمح صلى على البعضي ما هاي المصيبة ما هاي المصيبة هادا عهد عهد الزفت البعضيها اسمع هولي هولم مين يا با هولي هولم مع مين مع مايرا بوينو سلبا هادا مين إفنت البعضيها بس البعضيها أسبنال ضد تايبورا أسبنال وكعبورا UFC 291 جيشي بوريه بلحوفيج بريرا برغسون غرين باولو كوستا إكرام أليس كارو ستيفن تومسن مايكل بريرا يا بريرا يا بي بي ميشيل بريرا سوري ديريك لويس ماركوس روغيرو ديليما مايكل كيستا كيفن هولن هادا كارد من هادا من مش كارد هاد 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 UFC 291 هين هاي سير هادا لندن انترناشنال فايت ويك لندن لا الابلي لندن أسبنا التايبورة لا لا هاد انترناشنال فايت ويك لا ولا أنا أي واحد قلت لي هو UFC شو 291 UFC 291 Salt Lake City Utah مش جزء من Salt Lake City Utah 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 بلا سميت هاد هاد بحكي Utah ويحب إفنتات Utah وبعض Utah وبعديها 292 في عندك الجميل سيرلين شو هنو مالي والله من صراحة الجميل من صراحة من شو بدي أقول لك كل الاحترام أتوقع يفوز على عمالي كل الاحترام هلا هلا خلص الفايت وردي عنده الفايت هلا بشهر 80 مش بكيف زعيم طبعا وكيف كيف في مرة بالسنة إذا بده عمك دينا أمر لامن بكون دفع له هيك بس كل الاحترام صراحة كم يحكي لا عطيني كمان 3 الشر هلا حكينا كثير عن UFC و وطولنا في الحلقة ملا في سنة شوي سنة بدي أحكي عن UAE Warriors سنة شوي يلا عطي عمر نورما جوميدو ضد كوري ساندهيغل في UFC ليش كوري هيك عمل فحان امتى هاي لا مش عارف جنت على نفسها براكش والله لا يدمر والله لا يدمر لا يدمر فايز هلا ب اول فايت انه بال UFC هاي عنده ستة فايت وربع ببلاتور آخر واحد فاز عليه بنت هندرسون يا حبيبي حبيبتها حبيبتها شوية تريسيرش والله لا يدمر لا عمر سوري مش عمر 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 سوري 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 وثمان في بلتور صح 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 انا تلقبطت بناتهم عمر 16 صفر سجله 16 صفر بال UFC سيرجي موروف دمره براين كلاهر دمره جولة 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 اولى بعدين نيت منس بعدين هايوني بارسلوس برضو في الجولة الاولى left hook 27 سنة عمر 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 مصيبة عمر مصيبة عمر عمر نورمار جوميدوف مصيبة انا سمعت الاخبار انه اوثمان جاي على UFC لا 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 اتوق بطل بلتور بان يا الله انا 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 سمعت الاخبار غلط انا اسمات اسما المراقب نورمار ماد كوري سان هيغن للا اومار جلت على نفسها براكش كوري سان هيغن هياكل كتلة من الاخر طيب ضل عندك اشي UFC حاب تحكي عنه يتبع البي اف ال ولا خلاص اا بي اف ال اطلع من راسي نحكي عفا جراح لا حكينا فيها لسه بشهر ستة عندنا وقت عفا جراح يوم الأحد حيكون فيها حنغوص مع يوسف وعلي القيسي طيب تفضل شوي بدي أحكي عن UA Warriors UA Warriors النسخة العربية هذا الجمعة اللي هو بيكون تاريخ 19 شهر من الساعة 6 بيبتدئ الكارد والنسخة العالمية ستكون يوم تسبت اللي سيدافع فيها علي القيسي عن لقبه ضد جيسي أردت بقيت الكارد بصراحة بالإنترناشنال مش هممني أد ما هممني الكارد العربي المين إفنت محمد عسيلي وأحمد سامي عسيلي ولكم باك يا أخوي ولكم باك في العسيلي كتير أنا يعني كنت مستني نرجع نشوفه أنا زعلت صراحة آخر فايت إلو وإن شاء الله يرجع بقوة وعنده يا أخي هذا عنده تالنت مهارات وبشتغل حاله في شكل مش طبيعي بستاهل معنى أن يوصل لفوق فوق الريحة إن شاء الله فوق الريحة متحمس أني أشوف عسيلي ومتحمس أشوف أحمد سامي كمانا بصراحة إننا المقاتلين شريسين حسين سالم ومحمد رابلسي الكو مين إفنت جلال الدعجة ومحمود مندو من مصر برضو في المين كارد إلياس بوليد وعمر خالد الشغلة لكم بدي أحكي فيها إيمن إذا بطلع على الكارد من تحت عبدالواحد بشكري ويزيد حسنين يزيد حسنين 1-0 عبدالواحد 1-0 بقيت الكارد كله هيك إسلام الزاهد 1-0 طاها بن داود 2-0 يونس شمالي 1-1-0 كير مبسوط إنه في إفنت حيصير لمقاتلين عرب بالفعل هاي هي بدايتهم عبدالرحمن لحياصات بعد آخر انت صار إليه راجع برضو سجل 1-0 عندك شاب اسمه مروان نصار بعرفوش بصراحة 0-0 هو أول كارد أول فايت في الكارد حسك عم تقرأ يا زلمة ملخصات نتائج فوتبول كتير مبسوط أيضا 1-0 0-1 كلهم كلهم يعني شباب بش 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 يعني يمكن العسالي ودعجة أكتر اتنين فيهم اللي يعني عسالي 5-1 وجلالة دعجة 10-6 يمكن هم أكتر اتنين عندهم نزالات في كل الكارد محمد طربلسي 11-7 اللي عجب لي عيما سؤال صغير سؤال صغير ربما تقول لي شو اللي عجبك ليش علي القيسي بده ينزل مع النت كمان مرة ما هش ما هش ما اخر مرة فش حزا تاني ما خلاهش عم بلملم ألقاب عم بلملم ألقاب و أول مرة ما خسر هو وقفوها هيك لا هذا كان عبط عبط الاسمي كان الاسمي كان عبط وهو عم بحكي كان بالبرس كونفرنس مبارئ أرنات منه واحد و واحد شو واحد و واحد مين و الناس طيامين انت كنت ما كلها قبل ما يوقفوا المباراة كان ما كنروح لنخل سيبك منه بس ليش عم بعيدها ليش عم بعيدها ما في غيره معقول ما في غيره وطلب منه الريماتش ليلة ما فاز عليه علي وعلي وافق فنصبت عنه هلأ بده بده يوفي المهم المقصود من الحكي هذا كله سعيد بإنه الـ UAE واريورز عم تعطي فرصة من المقاتلين العرب الصغار صح انه احنا بنسمع كتير منهم وانت بتشوف المسيجات انا لاعب لعبت امتشر عم بدور على اني احترف بشي مش ملاقي منظمة وهذا الحكي صحيح اقلية المنظمات اللي موجودين في الشرق الاوسط اجمالا واقل لسه اكتر المنظمات اللي مستعدين يعطوا فرص لمقاتلين سجلاتهم 0-0 او 0-1 هذا الحكي انا حكون موجود ما بعرف اذا انت جاي معاي بكرة صعب جدا ساعة ستة بعرف ابو ضبي ساعة ستة في الاتحاد قرينا اللي فيكم حيكون موجود تعالوا سلموا وتعالوا دردشوا انا هاي اليفنتات بدي احكي ايش ايما قديش احنا روحنا ايفنتات UFC تستمتع بتنبسط بتشوف تقنيات ومهارات بس لما تروح على ايفنتات زي هاي عن جد بتشوف ناس يعني صح صغار ويمكن ما يكونوش احسن تقنيات ويمكن ما يكونوش احسن مهارات بس بتشوف الشغف للرياضة والشغف للتعلم والشغف لللعبة يا اخي انا معاك طارق انا معاك كثير هاي الريجون الامامي حلوة ايام بريف مثلا ايام الحلوة تعالوا نبريف لما عظمونا على البحرين وجبونا وعملونا وهتموا فينا وشافوا شغفنا كمان مش مش شغف المقاتلين و يعني استمتعت كتير بس يا اخي ايو اي ووريورز مش عارف اذا لو ندخل على الخط بكونوا مبسوط انا بس قلنا هلأ سنتين ونص بهال بودكاست وبنفس السيرة ودايما بحسهم ببدهم نفس الوجوه ونفس سبح لي اوقفك تفضل احنا بكرة وجود ده في اليو اي ووريورز كهوش امامي وجود اعلامي برس باس طيب ما قاعدنا مع الاعلام وعزومة اعلامية طيب تمام ليش اخذ سنتين ونص هذا السؤال انا حاب اعرف من ناحيطك انت بتوقع بان انه هم يمكن من ناحيط التسويق والسوشال ميديا ما بتعرف مين فيه في المنظمة بتابع شو او هم كيف عم بيسوقوا او شو اهتمامهم بال بالاعلام المحلي اه انا بقول هاي تاني مرة نروح كوجود اعلامي مش كمتفرجين اقل ليش ما قلتلي انت كنت في عمان اخر مرة ليش ما قلتلي وانه في يوم الجمعة بعدتلك انت بش ليش ما قلتلي انه في يوم الجمعة استضافة استضافة اعلامية لانه بعتلك انت وانت بعدتلي اخر مرة فتوقعت خلص فهمت الطبخة ليش حكي ما تقولي شيلا آخر مرة لما أنا رحت كدعوة إعلامية ما حكي معايا الرجال حكي معاك أنت أعطيت الراحة ما قلت له ما أنا شيري أريد أن أحكي معاكم مخصوص الشغل طيب وإنت بعديها شفتني رايح كإعلام لا ما شفتك رايح كإعلام شفتك رايح كواحد متخلف حالك كيك إحنا دعوتنا عشان خلص عشان تكون فهم أنت من هذا لا إحنا دعوتنا على UA Warriors دعوة إعلامية واقفة كل إفنت إحنا مطلوب أن نكون رفناك ونغطي هذا الزلمة دايماً هيك عنده عادي بنسى بغطرش مش مركز بيخ حكي أنا بقولي على الساعة عشر بالليل هلا أنه بكرة والله أنا استضافة أعلامية مع بعدين معاك يا زلمة طيب هيني حكيت لك على الساعة ما الله توقعتك عارف كيف أنا توقعت لأنه توقعت حاتم حكي معاك بالبحكي معاي زي آخر مرة حكي معاي مرحبا أيمن كيفك أنت هوشي كذا أنا معجوق بالأردن كونين تقول له اسمع ما الله هلا معجوق احكي مع طاري وكل شي رأتي مع طاري ما كنت عارف أصلاً شو الموضوع آه أوكي لا توقعتك ركبتها أنا بعتذر الحكيته هلا قبل شوي أنا يوقي ووريورز وكل شي حكيته بدي هيك زدته بوجهي خلقت بوز طاري بدي أصلحك بدي أغلطان بكرى لمين ما لك أنت يا زرامي قل لي توقعتك والله أنهم حكوا معاك بالمحكوا معاي زي آخر مرة زرامي لو قلت لي بس بدي أحطها لو قلت لي كان أجيت بعاتت على الجروب بايدا ويه دارش آجي أنا بعاتت على الجروب بعاتت علىك وفكرتك رايح تتسلى هيك تسول حالك تلاقي لك كرسي بآخر الدنيا وتقعد تحضر حتى لو كنت حروح أنيوين تعرف ما كنت حاجة معاك لو رحت هيك أنت أريبيا بيروحش علي أنا دائما بروح على كل أريبيا تقريبا كان رتبت أموري عملت إشي مع الشغل بكرة طاعة ما أخذ فريقي كله بالشغل كل التيم تبعي نروح تيم بلدين نضش نتسلى بقع لهم جيبهم على الفايت يلا جيب لي إعلام لهم لا بتجيب لهم بتجيب لهم كراسي في آي بي وجيبهم على الاتحاد أرينا والله أحلى طلع خذ ميني باس هيكلف ممكن 300-400 درهم إلكم كلكم شبط لك ميني باس وعاوضة به تعال الاتحاد والله أحلى طلع لا لا أعمل بحبوش شغلات والله يريد حطرت أفراسي فكر فيها بدا بخذهم تيم بلدين عشا بلا بلا طلعة طال شي تعالوا أخذكم على فايت دخلهم مورا خلي علي القاسي وأخلي العسيري يضربهم أنا كعب عليك جيب مديرك خذي العسيري يشوتوا زي ما عمل في طيب روح تسلى وشكرا للدعوة UFC UFC قال UAE Warriors UAE Warriors وبعدكم المرة الجاي إنه بما عنه هيني عرفت إنه هدول استضافات إعلامية بجهز الوضع الوضع مزبوط نيجي كإعلان مش زما بيجي طارق بالحفاية ومنزبط UAE Warriors أريبيا يوم الجمعة السبت UAE Warriors انترناشنال شفوه على UFC Fight Pass على أبو ضب الرياضي أتوقع كمان وإذا كنتوا في الإيفنت مايلوهم وقبل ما نخلص اعملوا subscribe ولايك وشير وتابعونا على إنستغرام وعلى إنغامي وسبوتيفاي بودكاست أبل بودكاست وينما تلاقوا البودكاست سيبونا تقليم حلو لو سمعت بليز الدشداشة هاي خلاص رح تلتزم فيها كل حلقة لا مش كل حلقة يعني بس اليوم انت حكيت معي إنو كنت مريحها فمش هقعد غيرها وعي يعني عشان أعمل بودكاست تعجب لك واحد اسمع عندي فكرة لجزء صغير نضيفه للبرنامج اللي هو جهز أسئلة أنه هياك لبعض أسئلة عن الـ UFC أو التاريخ وهذا أسئلة شخصية فقط إيش مكان أسئلة أنه أسئلة صعبين أنه أنا أجهز السؤال مفروض تعرفه بس شوي صعب يكون حيوانة اسمها وأنت بتعمل نفس الشي فيه عادي نختبر ترفيا UFC تبعنا معلوماتنا وذكرتنا عن UFC أو أي أي منظمة واللي ما بتجاوب السؤال بيأكل بوكس على كدفهم ليش الحيوانة طريب ليش تسلايا ليش الحيوانة ليش هزبت ضرب بعض ليش عشان بقتي أي طريقة ضربك ودلنا أصحاب أوكي عادي مهما تفكر لو ضربت هنا حنبطل أصحاب عادي بقى قديش في يعني السيارة فزلك لو الجو حلو كان مشيت هاي سعب بلش بقص بلش عالستة بس ما يعني بولكاش تيجي عالستة يعني لو بتيجي عالتمانية بقصة 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 بقصة